السنوات القليلة الماضية شهدت اتهامات وانتقادات لا تحصى موجهة إلى مواقع التواصل الاجتماعي حول المحتوى المتطرف الذي ينشر على منصاتها أحدثها دعوة قضائية قدمتها أسر قتل هجوم سان برناندينيو ضد فيسبوك وتويتر وجوجل الدعوة تتهم المواقع بتقديم الدعم المادي لتنظيم داعش عبر السماح له بترويج أفكاره عبر منصات تلك المواقع وبالتالي أفسحت المجال لهجمات مثل ما حدث في سان برناندينيو عام 2015 مضيفة أن التنظيم استخدم هذه المواقع لسنوات لنشر الدعاية وجمع الأموال والتجنيد وأن تطوره في السنوات القليلة الماضية لم يكن ليحدث بدونها موقع تويتر من جهته رفض التعليق على الدعوة المقدمة ضده بينما قالت وكالة رويترز إنها لم تستطع التواصل مع جوجل وفيسبوك الدعوة القضائية جاءت بعد انتقاد مشرعين بريطانيين قبل أيام للمواقع نفسها لتقاعسها عن عمل ما يكفي لحثف مواد متطرفة مهددة بفرض غرامات عليها إن لم تطور أنظمة أفضل لحثف تلك المواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضا تعرضت للانتقادات بسبب سياسات الإشراف التي تتبعها حيث كشف عن حالات نشر مواد متطرفة عبر منصاتها ولم تحذف في بعض الأحيان حتى بعد ملاحظتها أرفد الجنابي العربية